يقدر يتواجد كمهاجم تاني إذا محل استمر الزمالك على سيف الدين الجزيري الوحده فهو يقدر يكون مهاجم تاني مهم جدا في زيزو لما يوصل على الخط ويلعب الأوفر يبقى عندك اتنين لأنه هو دايما بيكمل على القائم البعيد وعنده ضربات الرأس بشكل جيد جدا هل معنى كل اللي احنا قلناه أنه هو القطعة الناقصة في فريق الزمالك والراجل بلا عيوب؟ لا الراجل عنده عيوب عيوبه أنه قليل التهديف يعني كثير المحاولات قليل التهديف نتكلم في 45 هدف 198 مباراة ما يقرب يزيد أو يقل 25% بلاعب جناح مهاجم بمقاييس الكرة الحديثة قليل لو هتقسوا أصلا على زيزو هدف الدولي السنادي أو اللي مساهم الدولي السنادي في حوالي 36 هدف إن لم تخني الذاكرة يعني ما بين صناعة وما بين تهديف 20 و12 أو 19 و13 نتكلم في 33 أو 34 هدف الجناح الأبزة الناحية التانية فانت محتاج من إبراهيمة نداي إن هو يكون مؤثر بشكل أكبر في الناحية الهجومية والناحية التهديفية لعيب الوركريت بتاعه عالي لعيب مهارته جيدة إلى حد ما مش في مهارة أشرف بن شرقي وليه آخر نقطة هنتكلم فيها لعيب عنده قدرات تهديفية معقولة لكن محتاج إن هو يزودها فأبرز نقاط الضعف في إبراهيمة نداي إنه مش هدف